وفي التطورات الميدانية استعادت قوات الجيش الوطني اليمني معسكرة اللواء الرابع في محافظة عدن وذلك بعد ساعات قليلة على اقتحام الميليشيات للمعسكر في الأثناء شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية مستهدفة مخازن أسلحة سرية لميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران في منطقة شمال العاصمة صنعة يواصل رجال الشرعية اليمنية بإسناد من مقاتلات التحالف العربي تحقيق الهزائم للميليشيات المدعومة من قبل إيران وآخرها استعادة رجال الجيش الوطني اليمني معسكراً لواء الرابع في عدن وذلك بعد ساعات على اقتحام الميليشيات للمعسكر هذا وأكد قائد اللواء الرابع في عدن أن قوات الجيش الوطني متواجدة في كامل المعسكر وتم تعززه بعدد من القادة والمقاتلين مضيفاً أن القوات الشرعية استرجعت ما نهب من آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة وفي العاصمة صنعة أكدت مصادر إعلامية أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية مستهدفاً مخازن أسلحة سرية للميليشيات الحوثي الإنقلابية في منطقة الجراف شمال المحافظة كما غارت الغارات أيضاً مواقع لمتمردين الحوثيين في مناطق متفرقة في العاصمة صنعة وأما في محافظة شبوة دخلت القوات المدعومة من قبل التحالف العربي مدينة عتق في محافظة شبوة وانتشرت في مداخلها لتأمينها بعد هجوم تعرضت له نقطة تفتيش أوقع 14 قتيلاً وعالداً من الجرحة إلى ذلك أكلت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن شمال وشرق تعز مناطق عسكرية محذراً في الوقت نفسه اليمنيين من الاقتراب منها وأضافت المصادر بأن المعارك متواصلة بين القوات الشرعية والميليشيات المدعومة من قبل إيران في عدة جباهات في تعز لتحرير المحافظة من الميليشيات وأضافت المصادر أن القوات الشرعية دعت من يقاتلون في صفوف الميليشيات الإنقلابية في تعز تسليم أنفسهم كفرصة أخيرة لحقن الدماء